نظام الجزائري هدد الروس بأنه مستعد أن يرمي روحه في أحضان المريكان وفرنسا إذا بقوا الميليشيان تعكم لولات الآن بالمناسبة الآن يسموها الجيش روسيا الإفريقي أو الجيش الإفريقي ما زال أسمن تع باغنر لكن راهي تتحول والآن راهي تحت وزارة الدفاع لم تعود كما كانت مستقلة بعد ما قتلوا رئيسها كما تعرفون في 22 إذا ذكتي جيدة 23 أوت 2023 فالنظام في الجزائر هددهم شنغريحة وبعض الجنات هدوا الروس بأنهم إذا تحاصرون من كل جهة خاصة مع التهجمات على الإمارات والضغوطات على الإمارات سننتقل سنغير سنتجه إلى الأتراك سنتجه إلى الأمريكان سنتجه إلى الإيرانيين سنتجه إلى الفرنسيين إضافة إلى علاقاتنا اللي كانت من قبل معا شوية مع الألمان وإيطاليا وسنغير كل طريقتنا في إدارة الحرب وفي السلاح هذا ما يساعدش روسيا لأن روسيا تريد أن تتمدد وتتوسع في إفريقيا ولا تريد أن تخسر حليف سادق وأيضاً ما يساعدش نظام الجزائري لأنهم عارفين بللي هذا سيدي بلوف ولي مش سهل أنك تغير هذا كله فجاء إذن هذا رئيس المخابرات الروسية والتقى شنغريحة والتقى جبار مهنة والتقى جنرارات آخرين كيفاش يوصلوا الحلول من بين الحلول اللي يوصلوا لها حسب بعض التسريدات قالوا نشوف أني ضعتها في نقطة الروس قالوا لهم الناقش والمطالب انتعكم سمعوهم واشنو هي المطالب المطالب أنه فاغنر لا تقترب من حدودنا بأكثر من 30 كيلومتر أقرب نقطة إلى حدود الجزائر في شمال مالي في شمال نيجر وفي ليبيا شرق تكون 30 كيلومتر من بين النقاط أيضا أن يتوقفوا السلطات العسكرية في بوركينافاس ولكن خاصة في النيجر ومالي من التهجم عليهم والإعلام هذا للجزائرين العارفين باللي هو إعلام روسي إماراتي هو الممول إماراتي والمخطط روسي الأمر الثالث أن يكون فيه تفكير في إعادة المفاوضات ما بين الأزواد والماليين النقطة هذه مش حارسين عليها كثير نظام الجزائر مش حارس عليها كثير هذه النقطة مش حارس عليها كثير لكن طرحها يعني كواحدة من النقاط تعتفعوا وأشياء أخرى ربما سأكملها لكم المرة القادمة لأن نشوف بلاني فت ساعة ساعتين وأنا لا أريد أن نتجاوز ساعتين رايحين المرة الجاي نجيب تفاصيل أخرى وراهي رايح الأمور فيما أظن وفيما أعتقد وفيما أتابع